السلام عليكم الطرق والكباري تنفي هدم كبر العامرية للسيارات لصالح مشروع القطار السريع نفت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري هدم كبر العامرية للسيارات لصالح مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين مطروح وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن ما يتم تنفيذه حاليا بكبر العامرية هو تعديل في منسوب الكبر وزيادة عرضه وليس هدم الكبر وأضافت أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم حاليا بتنفيذ للخط الأول العين السخنة العلمين الجديدة مرسي مطروح والخط الثان أكتوبر الأقصر أسوان أبو سنبل والذي يتقاطع مع شبكة الطرق الحالية بمناطق متفرقة والتي تتطلب إنشاء أو تعديل الأعمال الصناعية القائمة عند هذه التقاطعات وتابعت أنه تم تخطيط مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المنطقة بين مطار بورج العرب وحتى مركز مدينة الإسكندرية موازيا لخط سكة الحديد الديزل القائم والذي يتقاطع مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقة العامرية مرا أسفل كبر العامرية القائم وأوضحت أنه تم إنشاء كبر العامرية للسيارات بمرحلته قبل البدء في دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع بعرض 17 7 متر وعدد 4 حارات مرورية في كل اتجاه وتم إجراء صيانة وتطوير للكبري على فترات مختلفة خلال الثلاثون عام الماضية وأشارت إلى أن كبري العامرية يحقق خلوص آمن بارتفاع 6 أمطار أعلى قطبان السكة الحديد الديزل والذي لا يتوافق مع معاملات الأمان والاشتراطات الفنية للقطارات الكهربائية السريعة والتي تتطلب خلوص رأسي بارتفاع 9 متر أعلى قطبان القطار الكهربائي السريع وقالت هيئة الطرق والكباري إنه تم دراسة عدة بدائل لتحقيق رفع منسوب الكبري وزيادة عرضه ليكون بارتفاع 9 متر وعرض 20 4 متر و5 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى حارتين سطحيتين بعرض 9 أمتار لكل اتجاه للدوران للخلف بأقل تكلفة ممكنة والتي تتلخص في أقل طول مسار للقطار السريع لتقليل التكلفة الإجمالية وزمن الرحلة مع مراعاة تقليل مساحات نزع الملكية للمباني والأراضي الزراعية وأضافت الهيئة أنه عند مراعاة الاشتراطات التصميمية للقطارات السريعة منها إنشاء نفق للقطار السريع أسفل كوابري العامرية تبين أن ذلك غير ممكن بسبب وجود العديد من المرافق والبنية التحتية وخط السكة الحديد القائم خط القباري مرسا مطروح وارتفاع منسوب المياه الجوفية مما قد يؤدي إلى تعرض العديد من منشآت البنية التحتية للمخاطر ونوهت بأنه تم دراسة إنشاء كبري للقطار الكهربائي السريع أعلي كوبر العامرية ولكن ذلك يتطلب تكلفة مالية أكثر من ضعف تعديل مواصفات كوبر العامرية ولفتت إلى أنه عند بحث عدم الالتزام بمسار السكة الحديد الديزل القائم وتغيير مسار القطار الكهربائي السريع في منطقة العامرية تبين أن ذلك يتطلب ضرورة نزع العديد من الملكية للمباني القائمة بتلك المنطقة وقالت هيئة الطرق إن كبري العامرية الحالية تم إنشاؤه على مرحلتين المرحلة الأولى على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي القديم وتم إنشاؤها منذ أكثر من ثلاثون عاماً من الخرسانة المسلحة وباكيات معدنية أعلى القطار الحالي وأضافت أن المرحلة الثانية للكبري تم إنشاؤها لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عام 2015 من الكاميرات المعدنية منوهة إلى عمل دراسات مستفيدة لرفع منصوب الكبري الحالي وزيادة عرضه حيث تم دراسة الحالة الإنشائية لكل عناصره لإعادة استخدام العناصر التي تصلح وأوضحت أن الدراسة انتهت إلى فك الكبري المعدني وإعادة استخدامه مع الاستفادة بأساساته وزيادتها لتتحمل التوسعة الجديدة لاتجاه الإسكندرية القاهرة والاستفادة بالباكيات المعدنية لاتجاه القاهرة شرطة الإسكندرية والأساسات الحالية مع زيادتها لتتحمل التوسعة الجديدة وناشدت الهيئة العامة للطرق والكبار المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصارها الرسمية ولفتت الوزارة إلى تخطيطها شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة الأول، الثان، الثالث لربط الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وخدمة الركاب والسياحة بين كافة مدن الجمهورية وربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن المختلفة والتجمعات العمرانية الحديثة وكذلك زيادة فرص التصدير من خلال ربط الدلتا الجديدة والمدن الصناعية بالموانئ المصرية وتابعت أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام وبما يتماشى مع اتساع رقعة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في مصر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد